الرئيس السيسي يؤكد على حرص النصر على سلامة وامن واستقرار لبنان ومصلحاته الوضبية رئيس والوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع السكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة موزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الجيش اللبناني لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك مجزو الساعة السابعة من تلفزيون النهار أهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقد أكد الرئيس خلال اللقاء على الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان ومصلحته الوطنية كما ثمن الرئيس السيسي الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني الوطني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء اليوم بنائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الاقتصادية على التقدير الذي يكنه للعلاقات الوفيقة التي تجمعه مع رئيس جنوب السودان معربا سياداته عن الترحيب بعقد الدورة الأولى للجنة العليا التي بين البلدين حاليا في القاهرة كما أكد الرئيس السيسي على عزم مصر على الاستمرار في تقديم الدعم الفني لجنوب السودان على كافة الأصعيدة خاصة في المجالات التنموية كما شدد الرئيس السيسي على حرص مصر على مواصلة بذل مسعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق استمرارية الاستقرار والسلام والأمن في جنوب السودان هذا وقد شهد اللقاء تطورات ملف سد النهضة حيث أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن المائي المصري عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع السكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وذلك بحضور وزيراء التنمية المحلية والإسكان ومسؤول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأكد مدولي على أهمية الانتاء من حصر كافة الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية الخاصة بأهلين المستهدفين من مشروع السكن كريم والإسراع في معدلات تنفيذه بما يسهم في توفير هذه الوحدات في أقرب وقت ممكن عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي اجتماعا لاستعراض أداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2020-2021 وذلك بحضور وزيري البترول والمالية هذا وقد شهد الاجتماع استعراض النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول لخلال العام المالي الماضي كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات الرئاسية التي تم العمل بها بشأن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني المزيد في سياق هذا التقرير التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين القوات المسلحة المصرية واللبنانية وتطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية من جانبه أشهد قائد الجيش اللبناني بدور مصر الرائد في المنطقة ودور القوات المسلحة المصرية في تطوير قدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر القومي وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الجيش اللبناني بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بما قر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين كما التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين المصري واللبناني في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة أعلنت الدكتورة هلزايد وزيرة الصحة والسكاني أن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة تعد بمثابة حملة قومية حيث نجحت خلال سبعة أشهر فقط في فحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج 2 و 12 من المليون مريضة بالتهاب الكبد الوبائيسي مؤكدة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بأكثر من 92% انتهى موجزوة ساعة السابعة من شبكة تلفزيون النهار دونتم بخير إلى اللقاء